موضوع أن الشيعة دائماً يبحثون وإيران تبحث عن سني يصنعون مننا بطل مرحلة شوف للأسف للأسف الثقافة الشيعية التي استصحبناها من بعد الألفين وثلاثة أن شريكنا لازم يصير ضعيف حتى نتمكن منه ثقافة بالية ولم تأتي على العراق إلا بالثبور وهذه الثقافة الإيرانية أيضاً هي زرقت في أذهان الشيعة أنه لشاركو سني قوي غلطانين أنتم السن الذي يضعف أمامك وينحني لك سينحني لمن هو أقوى منك في مرحلة أخرى لازم تجيب سني قوي اللي شريك قوي هو قوي واللي شريك ضعيف هو ضعيف هذا أنت تقول وهذه قاعدة بشرية وأخلاقية وقانون مجتمعي أنا حينما أشارك القوي سأكون قوياً به ويكون قوي به أنا وحينما أشارك الضعيف سأكون ضعيف وعليه صدقاً كل يعني أنا أود الإشارة يعني إذا محطات في رئاسة مجلس النواب أكثر من محطة يأتي من السنة أضعفهم ويتجنب الأقوى لأنه صوت عالي لأنه صارم لأنه يدافع عن مكونة ويدافع عن العراق أيضاً هذا من أريده هذا طائفي مزعج من جيبه لا جيب هذا الشريك ولا تأتي بمن ينحني لك وانحنى لك وكثير من الذين انحنوا لإيران ولشيعة إيران إن صح التعبير انحنوا لغيرهم